السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي وعن قصة صلاح محسن ورحيله للنادي الأهلي وتحرك نادي فيوتشر لحزم الصفقة مقابل عمر كمال عبد الواحد وكمان رسالة صلاح محسن إلى نادي الأهلي ولكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في بداية الأمر عارفين طبعا أن صلاح محسن يعني دي تالت فترة رجوع من الإعارة للنادي الأهلي ويفشل من حلقات كتيرة قلت لحضراتكم أن صلاح محسن تشيرت النادي الأهلي تقيل عليه وقلت لكم كمان أن فيه فرق باللاعب محلي ولاعب دولي صلاح محسن مهاجم كان المفروض يظهر بالشكل الأمثل زي مصطفى محمد وزي أحمد ياسر ريان وزي مهاجمين كتير جدا وزي مروان حمدي وزي مهاجمين كتير في الدور المصري ولكن بحس كتير قوي أن فيه تعالي كتير جدا من صلاح محسن على الكورة والكورة مدام تعاليت عليها يبقى ما تلومش إلا نفسك صلاح محسن بيوجه رسالة للمسؤولين في النادي الأهلي وبيقول لهم سبوني أمشي أنا حظ وحش في النادي الأهلي هكشف لحضلاتكم تفاصيل رسالة صلاح محسن لمسؤولي النادي الأهلي صلاح محسن بيشترط على النادي الأهلي على مسؤولي النادي الأهلي السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة صلاح محسن خلاص أكد رسميا أنه هو حظ وحش داخل النادي الأهلي وعايز يمشي بس يمشي بيع نهائي اتفق النادي الأهلي مع مسؤول نادي مودرن فيوتشر على دخول صلاح محسن ضمن صفقة الحصول على خدمات وتوقيع عمر كمال عبد الواحد على سبيل الإعارة وموقع المصر اليوم أكشف وكشف عن تفاصيل اللي دار بين صلاح محسن ومسؤول شركة الكورة بالنادي الأهلي وبين الجهاز الإداري في الأهلي بقيادة الكابتن خالد بيبو صلاح محسن قال خلال حديثه مع مسؤول النادي الأهلي أنا مش عايز أمشي تاني إعارة مش عايزيني بيعوني نهائي أو سيبوني أمشي على طول أنا حظ وحش هنا ومش ماشي معايا نهائيا دي كانت رسالة صلاح محسن للمسؤولين في النادي الأهلي طيب تحرك جديد من نادي فيوتشر تحرك جديد من نادي فيوتشر لحسم صفقة صلاح محسن نهائيا وكمال توقيع ورحيل عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي تحرك نادي فيوتشر لإنهاء ضم صلاح محسن لاعب النادي الأهلي ومهاجمه النادي الأهلي في صفقة تبادلية مقابل رحيل عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن إلى النادي الأهلي صلاح محسن مطلوب في مدرن فيوتشر من الموسم اللي فات وأكد مصدر داخل نادي فيوتشر أن نادي أي فيوتشر والأهلي توصل لاتفاق رسمي بالفعل على إنهاء صفقة عمر كمال عبد الواحد والعقود جهزة على التوقيع ما يتبقى فقط لذلك يتفوت فيوتشر مع صلاح محسن لإقناعه بالصفقة التبادلية وعدم الإصرار على طلب الاستغناء النهائي من النادي الأهلي دون الدخول في الصفقة عمر كمال عبد الواحد كيرستو وعمار حمدي بودلاء صلاح محسن في مدرن فيوتشر أكد أن هناك إصرار من جانب إدارة نادي مدرن فيوتشر في الحصول على خدمات صلاح محسن من النادي الأهلي اختتم حديثه سيتم عرض محمد الدو كيرستو وعمار حمدي سنائي النادي الأهلي على البرتغالي روكاردو فورومينسو اللي هو المدير الفني لنادي فيوتشر في حالة عدم الوصول لاتفاق مع صلاح محسن اتفق مسؤول النادي الأهلي مع نادي مدرن فيوتشر على كافة التفاصيل الخاصة بصفقة عمر كمال عبد الواحد ولكن الرطوش الأخيرة للصفقة سيتم حسمها مع الوصول لصيغة اتفاق مع النادي الأهلي على اللاعب سالسا الذي سينضم لفيوتشر رفقة السنائي احمد خالد قباقة ومحمد عبد الله سنائي الفريق موليد 2005 صلاح محسن طبعا وساعات الحسم خلاص بتقترب ساعات الحسم بتقترب طيب مهاجم جديد في النادي الأهلي ولكن كورال كورال يرفض صفقة الأهلي البرازيلية وكواليس جديدة في صفقة كمال وأبو علي كشف الإعلام الكبير أحمد شبير اليوم أن سويسر مارس الكولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض التعاقد مع صفقة برازيلية للنادي الأهلي مؤكدا تمسكه بضم وسام أبو علي وسام أبو علي في الفترة الحالية وقال شبير في تصريحات الإزاعية على راديو أون سبورت إف إم جوستافو سوزو اللاعب البرازيلي كان جاهز ييجي النادي الأهلي وهيتجنن وييجي لكن كورال رفض الصفقة والأمر طبعا في إيد المدرب السويسري شبير يكشف تطورات الأهلي في صفقتي وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد أضاف وسام أبو علي كان مترددا في الأول بعد عرض الأهلي لكن مع الوقت بقى متمسك باللعب في النادي الأهلي وبيضغط على نديه والأهلي وصل لخط النهاية وموعد الإعلان طبقا لإنهاء الرطوش الأخيرة خلال الساعات القليلة القادمة تابع كمان إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع عمر كمال على شروطه الشخصية ويتبقى بعد الرطوش الأخيرة والخاصة بإقناع صلاح محسن في الانتقال إلى فيوتشر ضمن الصفقة وبالنسبة لصلاح محسن الأمور في طريقها للنهاية صلاح محسن كان عايز يمشي نهائي وبالفعل اللاعب قرب جدا من الرعيل رغم إنه كان هيلعب بدءا من الموسم المقبل شبير صلاح محسن لا يرفض الرحيل عن الأهلي لفيوتشر وتابع صلاح محسن لا يرفض الرحيل لفيوتشر ولكنه كان يرغف البقاء للأهلي ولو رحل بيفضل إنه هو يرحل بشكل نهائي لسوء الحظ والتوفيق معه داخل جدران النادي الأهلي لأنه تم يعرطه أكتر من مرة من قبل وصفقة عمر كمال عبد الواحد صفقة محسومة نهائيا للنادي الأهلي وحال فشل المفاوضات من أجل ضم اللاعب في يناير الجاري سيتم تأجيل الأمر على أن ينضم بشكل مجاني بعد نهاية الموسم الحالي ولكن المعلومات اللي عندنا إن خلاص خلاص رسميا عمر كمال عبد الواحد بيقترب من ارتداء شرط النادي الأهلي والإعلان خلال ساعة بالنسبة لصفقة وسام أبو علي بناء على التقارير اللي وصلت لنا أمير توفيق تواصل مع بعض من المسؤولين البارزين داخل النادي الأهلي وأكد لنا إن خلاص الصفقة في الرتوش الأخيرة والصفقة باقي عليها لحظات أو ساعات للإعلان بالشكل نهائي والصفقة هتكلف خزينة النادي الأهلي أقصر من مليون ونصف دولار يعني فوق المليون ونصف دولار هتنعش خزينة النادي الأهلي بصفقة منتظرة ومهاجم قوي بناء على تعليمات السويسري مارسل كولر أتمنى التوفيق للنادي الأهلي ونتمنى التوفيق لعمر كمال عبد الواحد وهو سام أبو علي وكمان أتمنى حل أزمة صلاح محسن بالشكل سريع خلال الساعات القادمة لأن طبعا الوقت مش في صالح النادي الأهلي في نهاية الحلقة صديقي أتمنى من الله أن الحلقة تكون عجبتكم يريد تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك أهم أخبار النادي الأهلي أول بأول بشكرك يا صديقي أن انت كملت معايا الحلقة للنهاية أشوفك على خير مع السلامة